قودوا المقطع يا حبايب بالبداية يحطوا لايك طبعا طارق الباشا نزل المقطع على قناته باليوتيوب هذا المقطع يا حباب رحطوكم ربطة بالوصف أتمنى من الكل يروح يشوفها فهو رجع اليوتيوب حاليا على 8 من الكل الحمسة ليرجع اليوتيوب بالنسبة لحبايب هو السواء ومسابقة على 300 دولار أكثر ثلاث أشخاص يعلقون على المقطع مالتو يحطون حسابهم الانستجرام أو مجرد هيشة حيث يسحب على ثلاث أشخاص فايزنيني الرابط بالوصف الخبر أولي عد عن حققت زواج أسامة مروة من سارة طيب بداية ما يعرفت أنه هي السارة فهي يوتيوب ارتقل معدها 800 الف متابعة باليوتيوب وطلعت هواي إشاعات بعد مسافر أسامة الدبي رومن هو أساسا ملتقاوا إياه ولكن قلون أن يتزوجون فسارة نزلت هذا المقطع على قناته باليوتيوب وردت بي على هذا الموضوع شوفو جوزة أسامة مروة أسف إذا أزعجتك بس هاي الإشاعة الوحيدة اللي سمعتها عنك وتكررت كمان كثير يعني انصدمت ليش أنا وأسامة أول شيء يعني لد أبلنا بحياتنا أنا بقول خاطئة خاطئة أصلا أصلا يعني أنا اللي كنت تزوجته مكان يعني مش من السوشال ميديا خالص نتغل حاليا محمى أجواني المفاجأة النارية في محمى أجواني زعل اهتمع بالإنستغرام هذه الصورة اللي شنخافي بها اسم هذه البنت وكانت فيديو كليب ناري عالطريق منه تتوقعوا ويايا فهو من أشخاص صراحة صار يتوقعون ممكن تكون مية جمال بمأنه هيئة الجسم تقريبا نفس هيئة جسم مية جمال فإشارة تكون صارت مية جمال شريفة فسمعت انه هي الخطبة حسن ما نزلت على الستوري مالتها بس هو صراحة مصارت شريفة لأنه انتشاري فيديوكم الكاميوم كانت أترقص بي راح أطلكم ياشوفوه المهم يا عبايب من التوقعون اللي بني اللي راح أصوري محمد جواني يكتبونا توقعاتكم بالكومنتات منه راح تكون نتغل حاليا البيسان والأس شايب للأسف لانتظار اللي انتظرنا انه جواني يرجع من ألمانيا تركيا عمد للتقي بيسان وأنا استقرروا ان يسافرون الدبي ويرجعون الدبي يعني فالأسف ما راح أصير الاكشن جدا منتظري من العركات على كلين ان شاء الله يصلوا بالسلامة بيسان دبي وآآ جواني تركيا وانت ماخر شم قمر مار والتقاه هوية يا رمار أو هي نور مار اليوم فشوية تحريات طلعت بعدما قمر مار نزلت على حسبة الإنستغرام شوية ستوريات وهذه الستوريات قادة تقول بها أنه هي استوها قامت بالي اليوم وأنه اليوم عادتها حفلة عيد ميلاد ويا رمار هم نزلت ستوري تقول بي أحد عيد ميلاد أصدقاها وقدت تحتفل بهم على متن سفينة ولكن بعد بكم ساعة قمر نزلت ستوريات هي على شاته على متن سفينة وانت تروح للأيد ميلاد فهل تتوقع أن ممكن أنه قمر مار للتقوية يا رمار؟ قاصة أنه عبد الله من قناة لايفستيج قال أنه ستماك مشكلة بيناتهم سايرة يمكنكم يريدون صرحون عمود نور مار ما يعرف كتبونوا بالكومنتات شنو توقعتكم لهذا الموضوع نختم آخر شيء بنور مار وشنو صاروية هل وقت الزيال اللي انتهى فاليوم هو منزلت هواية ستوريات غير ستوري واحد تقول بي أنه مدعو على حفل وكان ستوريات من داخل السيار حضبه شوي أغاني حزينة على كلين الله وفقه يا رب ويسهل الأمر دعو لي يا حبايب أنه الله وفقه وبس الله يا حبايب نواصلت المقطع اللي تنسوا المقطع طارق الباشر الكل يروح يفجر المقطع يا حبايب وبس جانكم في الزيال وخاتم لك القصص مع السلامة